السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكيد أن الكل هو الذي يتكلم مؤخرا على السياسات الخاصة بالواتساب والذي كان فيها تهديد واضح على أنه ابتداء من يوم 8 فبراير في حالة ما إذا تم عدم الموافقة من طرف أي شخص على هذه الشروط أو هذه السياسات الجديدة فأكيد سيتم حدف حساب هذا الشخص وأكيد أن أي شخص يغطى شيء أبليكي يبقى يبقى على هذه أكسبت أكسبت أقبل أقبل وما عنده حتى شيء مجهيل فعلاش هالضجة وهذا المرة بالطالب وإثان pelنجانة عقق من بين السياسات هي أولا قبول باستخدام الشركة لكافة بيانات العميل يعني الشخص الذي سيكون عنده الواتطاب إلا و سيتم استعمال البيانات يعني المعلومات دياله و سنشرحه كيف هاش ثانيا استخدام البيانات في أغراض تسويقية يعني في أمور تجارية يعني أنت بمزرد ما تدوي بزاف على كوكا ولا تدوي بزاف على أي منتوج إلا و يطلع لك الإشار دياله بمزرد ما تبغي تفرج في اليوتيوب أو بمزرد ما تبغي تقلب على شي حاجة في جوجل مثلا و كتقول في خاطرك سبحان الله يالله كاترت عليها مع العلم أن أي كلمة قد نطق بها إلا و كيسجلها الروبو أو الألغوريتم يعني كتكون كلمة متكررة جدا هي اللي كتخلي أن هاد الروبو يعرفوا الميولة ديالك و يعرضوا عليك يعني الإشارات اللي كتماشى مع الميول ديالك باش تستهلك هذك المنتوج اللي غادي اتعرض عليك هذا فيما يخص الأغراض التسويقية وهي بطبيعة الحال كانوا كيهرطروا فيه بزاف النازية الدومين هنا في المغرب ولكن شكون تسوق لهم إذا لخاصنا نفهمه بكل بساطة يعني ما تحتاج أنك تكونوا الدومين باش فاهمت الأمر هذا يعني الأحاديد ديالك المحادثة ديالك والكلمات اللي كتتردد بزاف يعني في الشاط ديالك أو في البحث ديالك في جوجل أو في البحث ديالك ديالي يوتيوب يعني كي ياخدوا منها يعني الاهتمام ديالك يعني وكتردد الكلمات يعني كي يكون عندك واحد الاهتمام واحد أو ميولات اللي كتتعرض عليك عن طريق إشارات فيما يخص المجال التسويقي وماني كنهضر على المجال التسويقي ممشي طاية العالة غير الماكلة وشنوك تشرب وشنوك تلبس وإنما ممكن أجياء أخرى يعني إذا كنت تتفرج بشي حاجة خائبة أرغد يبقى تلعلك إشارات ديالها الخايبين وطبيعة الحال هنا ماني كنهضر على الإشارات الخايبين والإشارات الزينين يعني ممكن سي أفراد الأسرة ديالك يعقوا بالمحتوى لك تتفرج من خلال الإشارات طبيعة الحال التشي ماشي دائما يعني من كنهضر على الفيسبوك وعلى جوجل وعلى اليوتيوب يعني تدخلوا الأرباح ديالهم بطبيعة الحال بهذه الإشارات وبالعروض الإشارات إذا كان موجود واحد من المنتوج وشكل كبير يعني الناس بزر ديال الشركة عارضين إشارات لفيسبوك أو جوجل إلا وغاد يطلع لك مثلا هذا الإشار ولو أنت ما مهتمش بالمحتوى دياله ولكن بشكل نادر ولكن الواتساب بالنسبة للمغاربة يعني ماشي شي حاجة مقارنة مع الليكونت ديال الفيسبوك للسواد الأعظم من المغاربة إلا وعندهم واحد الحساب فيسبوكي أو أكثر فمثلا دراسة كانت تقامل سنة 2012-2013 كانت تحسب عدد الليكونت المفتوحين في العالم لقاوا أن المغاربة فاتحين 140 مليون كونت ديال فيسبوك يعني كل واحد على الأقل فاتحات الخمسة أو الستة نكمل السياسات لا تطبق على المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي لماذا؟ لأنه نرد واحد ضجة كبيرة بالنسبة للناس لأوروبا ومعظم الناس في أوروبا يعني عايقين بهذا الأمر كما الصين الصين يعني الحكومة الصينية مانع شي حاجة اسمية الفيسبوك بالسباب هذه الأمور سنوات تالي لأنه عارفين كين أمور للتجسس خصوصا في السياسيين وطبيعة الحال كل شيء يعرف العداوة لكين بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ثم مشاركة بينات المستخدمين مع الفيسبوك هذا هو الأمر الجديد فقط أما الواتطاب هو بحد ذاته ممكن اعتبروه فيسبوك بحد ذاته يعني هو شركة فيسبوكية ثم تطبيق شروط بداية من 8 فبراير المقبل يعني عمد تطبق هذا الشروط من يوم 8 فبراير وإلا سيكون الحدف لكل حسابات التي لم تقم بأكسبت يعني مقبلات الشروط من طبيعة الحال واتساب راجل مزيان أولعم معنا واحد دور كبير في التعليم عن بعد أيام الحجر الصحي وشكو اللي غادي نساء خيره خصوصا نازية الجبل ونقدر نقولوا أن التعليم عن بعد في سلفة شلدريع ولكن الغيش عن بعد نجاح نجاح كبير وغير مسبوق وهذا الأمر كان خلق لنا مجموعة من تلميذ لا يعتمدون على أنفسهم في الغيش والآن سوف يرجعون لطريقة تقليدية وغادي والتلميذ اعتمد على نفسه كليا في الغيش ما يعني اليوم أنه سهل توصل إلى بياناتك من صحاب الحال بطبيعة الحال لا بالنسبة للرسل ولا بالنسبة للمرسول إليه لهذا استمتعوا واستغلوا أوقاتكم في المهم وفي المحتوى الهادف وتحياتي إلى اللقاء